سامبا يا سامبا ما فيش كلهام يعني واحد من نجوم الكرة البرازيلية واحد طبعا من نجوم روما وريال مدريد وختاما في الأرسنال لعب لتلاتة من أكبر الأندية الأوروبية لعب في تلاتة من أكبر الدوريات على مستوى العالم موهبة الحقيقة كانت فزة ومتقلقة بشكل كبير جدا وزي ما حقاكم شفتوا جزء صوير جدا من مهاراته دايما المطلوب في المهاجم أو لعيب خط الوسط المهاجم أو الجناح بيبقى العنصرين الأساسيين دايما السرعة والمهارة لكن الحقيقة لما يتوفر معهم كمان القوة احنا شايفين يعني هو يمكن تكوينه يميل أكتر أن هو يكون مدافع قوة بدنية وجسمانية كبيرة جدا مع السرعة والمهارة خلوه واحد طبعا من أهم اللعيبة اللي جات في الجيل ده جوليو بابتيستا نجم السامبا البرازيلية ونجم ريال مدريد وروما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي والكلام طبعا عن انطلاقة الملكي في بطولة الشامبينز ليج وعشاء الريال يمكن كتير في مصر يعني أنا عارف طبعا أنه جمهور كبير بيشجع ريال مدريد هنا وفي العالم كله الحقيقة لكن خلينا متفقين أن الموسم ده صعب شوية على الريال كل الفرقة استعدت بشكل كبير جدا وأبدا المنافسة مش هتكون سهلة سواء على مستوى البطولة المحلية الليجة أعتقد أنه البرزة السنة دي عائد وبقوة أتلاتكم مدريد دايما موجود في المشهد طبعا أنت بتكلم مع جيل الجالاكتيكوس بتكلم على جيل لعب فيه راول جونزالس لعب فيه سولاري لعب فيه بابتيستا لعب فيه روبيرتو كارلوس لعب فيه فرناندو ييرو سيرجيو راموس لما كان لسه صغير ثم الزيدان وفيجو والبقية طبعا تأتي جيل عملاق وجيل زهبي لريال مدريد لكن خلينا نقول أنه الريال السنة دي هيعاني بلا شك ونفتكي الحقيقة بدايات الريال في السنة اللي فاتت يمكن ما كانتش أحسن أو كأحسن ما يكون يعني الريال الحقيقة يمكن النسخ على الرغم أنه نوصل ونجح أنه حقق علاقة بالشامبينز ليج لكن خلينا متفقين أنه ده كان بمعاناة كبيرة جدا وكان في كل مواجهة قبق قوسينا أو أدنى من الخروج برا البطولة بداية من دور المجموعات وحتى مش بس في مواجهة الفرقة الكبيرة لكن حتى في مواجهة أنا فاكر يمكن في دور المجموعات كان في معاه فريق مجهول كده اسمه شرف ترسول قدر يكسب ريال مدريد وبالتالي الريال عين الموسم اللي فات هل المركات والأمبي الريال وهل كارلو إنشالوتي قادر على قيادة الريال للتتويج مرة تانية ولا فرصه إيه في مواجهة فرق عدة العدة بشكل قوي جدا أبرزهم طبعا الستي ليفر بول اللي حاضر بشكل كبير خلينا ناخد رأي نجمينا النهاردة في السادسة جوليو بابتيستا واو يمين شمال براسه برجله دابل كيك زي ما أنت عايز تلاقي جوليو بابتيستا أو خوليو بابتيستا بالأسباني برحب بك طبعا في السادسة وبشكرك على مشاركتك معنا على شاشة الأهلي أهلا بكم شكرا جزيلا أنا سعيد لتواجدي معكم وللتحدث عن كرة القدم بطبع يعني استمتعنا بمجموعة بسيطة من أهدافك كنت واحد الحقيقة من نجوم جيلك وما زالت جماهير الريال على وجه الخصوص ما تنساش أبدا إساماتك ومشاركتك مع الميرينجي أو مع الملك الريال مدريد نعم أعتقد أنها كانت فترة ممتازة حينما كنت ألعب كرة القدم لمدة تزيد عن 17 عاما كلاعب محترف حسنا أنا حاولت أن أبذل قصارة جهدي لوقاتي وأحافظ على مستوية لمدة عشر سنوات مع المنتخب البرزيلي هي أكثر الأشياء أهمية هي هم الجماهير وما اتركتهم من آثار وانطبعات جيدة للجماهير هذا هو الأمر المهم بالنسبة لي لعبت في ثلاث أندية كبيرة وشاركت في ثلاث مسابقات أو ثلاث دوريات يعتبروا من أكبر الدوريات على مستوى العالم دوري الإيطالي وجنون الكرة في إيطاليا ريال مدريد أفضل نادي في العالم الأرسنال والدوري الإنجليزي أقوى مسابقة وأقوى بطولة على وجه الكوكب كله من نسبة لك كان إيه أكتر فترة ممتعة وإيه الأجواء اللي حسيت فيها أنه ممارسة الكورة في النادي ده أو في البطولة دي هي الأروح على الإطلاق أعتقد أن جميع المنافسات التي خطوها أعتقد أن الدوري الإسباني لديه كرة مميزة كرة فنية مختلفة على المستوى الفني وكذلك الدوري الإنجليزي حينما لعبت في الدوري الإنجليزي كان الأمر يحتاج لقوة بدنية أكبر من الدوريات الأخرى والآن لدينا في الدوري الإنجليزي حوالي سبعة أندية تستطيع أن تنافس على أعلى المستويات لديك الآن فرق قوية وتلعب كرة قدم جيدة جدا أعتقد أن هذه الفترة كانت الأفضل كان لدينا العديد من اللاعبين من الأندية الآن في أوروبا تحقق نتائج رائعة وتستحق أن تكون الأفضل في أوروبا قبل ما أتكلم معك على الكرة الأوروبية ومناسبة انطلاق طبعا مباريات دور المجموعات في الشامبيونز ليج يهمني أخذ رأيك فيه واحد من المدربين البرازيليين اللي نجحوا مع المنتخب الأوريم الأوليمبي البرازيلي بداية طبعا هو متوج في بطولة أوليمبياد ريويد جانيرو بالميداليا الدهبية مع المنتخب الأوليمبي البرازيلي كلام على روجيرو ميكالي اللي تولى مسؤولية المنتخب الأوليمبي المصري من وجهة نظرك يعني أي أكتر حاجة بتميزه كمدير فني وإيه توقعاتك ليه في مشواره مع منتخب مصر أعتقد أنه قام بعمل مذهل مع المنتخب الأوليمبي في 2016 قام بعمل نتائج رائعة والآن نحن نعمل أنه يمكن أن يصنع نفس النتائج مع المنتخب المصري في الفترة القادمة لأنني أعتقد أنه لديه القدرة على صنع هذه النتائج مرة أخرى إذا توفرت له كل الإمكانيات وأعتقد أنه مدخل جيد وبداية جيدة للمداربين البرازيليين في المنطقة العربية خصوصا في مصر أعتقد أن هذا مهم جدا للسوق البرازيلي على مستوى المداربين بالطبع نبدأ كلامنا على تشامبيونز ليج من الفريق التي تأمل أو تتوقع أنه يحسم اللقب لصالحه في الموسم القادم أو تتمنى على الأقل أنه يحسم اللقب لصالحه في الموسم الحالي كمشجع أستطيع أن أقول لك أن أتمنى ريال مدريد بالطبع أن يفوز بدور أفطال أوروبا ولدي فريق أيضا هو إشبيلية إشبيلية أنا لعبته هناك ولدي تاريخ كبير هناك أعتقد أن لكن في هذه اللحظة أتوقع ريال مدريد لديه فريق رائع وتاريخ كبير في البطولة والمدير الفاني كوروانشلوتي بالطبع هو يستطيع أن يحاول أن يفوز وأن يؤدي أداء مذهلا كما العادة فأعتقد أن ريال مدريد هو المرشح الأفضل ولكن بطولة دوري أبطال أوروبا لا تستطيع أن تتوقع هي بطولة صعبة لديك العديد من الأندية العديد من الفرق القوية التي تؤدي أداء مذهلا وتؤدي موسما استثنائيا هذا العام فبالتالي الأمر صعب على أي فريق ربما منشستر سيتي مرشح ليفر بول باريسان جيرمان تشيلسي لدينا فرق مذهلة فرق رائعة يمكنها أن تكون مرشحة للفوز بالبطولة للفوز بالبطولة دوري أبطال أوروبا هو يمكن هذا كان مدخل للسؤال الجاي لأنه الحقيقة جماهير الريال تشوف أن معظم المنافسين الأساسيين وخصوصا على المستوى الأوروبي قدروا يعملوا مركاته في منتهى القوة وأبرزهم طبعا الغريم اللدود ريال مدريد طبعا فريق باشتونة اللي عمل مركاته أكتر من خيالي السيتي عمل مركاته قوي جدا وأهم صفقة يمكن كتستخدام إيرلينج هالند ليفربول حاضر في آخر أربع مواسم وصل ثلاث مرات للمباراة النهائية وبالتالي الناس كتير بتشوف أنه مركاته الريال مكانش على نفس المستوى من القوة والطموح لتحقيق لقب الشامبيونز ليج بتتطافق أم تختلف نعم بالطبع الأمر أعتقد أمر طبيعي إذا أردت أن تحسد اللقب يجب عليك أن تفعل كما يريد المدير الفني ما يحتاجه المدير الفني هو الأمر الأهم المدير الفني يعرف ما الذي يحتاجه ومن اللاعب الذي سيعطيه ما يريد لديك الآن فينيسيوس جونيور لديك في أرسل خيسيوس لديك هالند في منشيستر سيتي لديك لعبين رائعين وكل مدير الفني وليفربول كذلك أعتقد أن أعتقد أن كل فريق لديه لديه اللاعبين التي تزيد من فرص الفوز له وكل فريق وكل فريق يعرف ماذا يريد بالطبع هذا ما أعتقد إزاي شفت مركاتو البارسا والحقيقة يمكن بداية العودة للطريق الصحيح تحت قيادة شابي وهل شايف أنه منافسة في الليجة هترجع مرة تانية بقوة بعد مرحلة رونالدو وميسي وبعد رحيلهم طبعا عن الليجة في أسبانيا نعم بارسلونة هو الآن أحضر لعبين مذهلين الفريق الآن لديه انسجام جيد بين اللاعبين لم يكن لديهم في العامين الأخيرين الآن لديهم ليفندوفسكي رفينيا لديهم العديد العديد من اللاعبين الرائعين فعلينا أن ننتظر ونرى هذا الموسم ليس فقط عبارة عن مباراة أو مبارتين لا الموسم طويل يحتاج إلى توازن يحتاج إلى استمرارية يحتاج إلى أداء جيد لم يكن مذهل على مدى الموسم لتحصد الألقاب يجب عليك أن تنافس وتقاتل مع الأندية الأخرى اتنين يمكن من أهم المواهب البرازيلية التي تقلقت في الموسم الأخير رفينيا مع ليتز يونايتد وأنتوني مع عيكس انتقلوا وأنا يمكن كان عندي رؤية من الموسم اللي فات أنه الاثنين دول هيروحوا لأتنين من أكبر الأندية في أوروبا وقد كان الموسم ده رفينيا بيلعب في برشلونة وأنتوني انتقل إلى مانشستر يونايتد وأنت لعبت في الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي إيه أهم النصائح التي توجيها لهم وشايف إزاي فرصهم في التقلق في وسط كوكبة من النجوم في الفريقين سواء البرسا أو اليونيتد الأمر مختلف عما خطو من قبل الأمر تغير على مستوى كرة القدم واللاعبين والمنافسة العقلية تغيرت عما كان من قبل نحن نعيش من أجل كرة القدم ولكن الأمر الآن أصبح الأمر تغير كثيرا حول كل اللاعبين والإمكانيات الآن وكل شيء يدعو اللاعبين لبذل المزيد من الجهد وخوض منافسات قوية الأمر اختلف عما كان في الماضي نصيحتي لأنتوني ورافينيا أن يستمر في العمل الجاد والعمل الشاق أن يحاول أن يثبت أنفسهما في المنافسة فالأمر صعب فهذا هو المهم بالنسبة لهم وخصوصا لأداء للظهور مع المنتخب البرازيلي في كاس العالم إذا أردت ذلك فيجب عليك أن تستمر في العمل الجيد وإظهار الموهبة التي لديهم التي لديهم للفوز بالألقاب مع أندياتهما ومع المنتخب البرازيلي أعتقد أن لدينا الآن ما لم يكن لدينا من قبل أعتقد أن هذا الأمر هذا الموسم سيكون مميزا لكرة برازيلي الجيل اللي أنت كنت تلعب فيه كان يمكن حتى على مستوى ريال مدريد وعلى مستوى الكرة في العالم كان حجم المواهب كبير جدا والفريق كان بيدم عدد كبير جدا من نجوم هل في فرق بين الجيل الحالي والجيل اللي أنت كنت تلعب فيه من حيث الموهبة أعتقد أن كل جيل يختلف عن سابقه وكل لحظة تختلف عن الأخرى الآن أعتقد أنه كان في الماضي كان لدينا كان لدينا مواهب أكثر بالطبع كان لدينا أسماء كبيرة من كل أنحاء العالم في كل الفرق والآن لدينا مواهب مواهب ساعدة تستطيع أن ترى في كل فريق مجرد ثلاثة أو أربع مواهب تستطيع أن تميزها في فريق الواحد ولكن أعتقد أن كما قلت الاستمرارية هي السبيل الأفضل أن يكون لديك الشغف لأن تعيش كرة القدم وهذا ما تحتاجه كرة القدم يهمني أسألك على فرص البرازيل دايما برازيل منتخب مرشح لتحقيق بطولة كاس العالم لو لقب بطولة كاس العالم ويمكن في السنوات الأخيرة كانت فيها يمنى أكثر من المنتخبات الأوروبية زي بتشوف فرصة الصمبة في مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين طاقعي الشخصي بالنسبة لبرازيل البرازيل دائما تحتاج أن تكون في المقدمة تحتاج أن تكون في مقدمة الصفوف المنفسة على كاس العالم أعتقد أن الفريق الآن يختلف عن السنوات السابقة الفريق الآن قوي جدا مرت سنوات ولكن هذا الموسم يحتاج هذا العام أعتقد أن اللاعبين البرازيليين كل اللاعبين لديهم حالة رائعة نيمار دا سيلفا هو لعب رائع جدا رافينيا رافينيا فينيسي جونيور رودريجو رافينيا أنتوني ميليتاو أعتقد أنهم قريبين جدا من من الانسجام المميز وأعتقد أن لديهم فرصة لديهم فرصة رائعة للفوز بكأس العالم هذا الموسم هوليو بابتيستا نجم الكرة البرازيلية ونجم ريال مدريد وروما والأرسنال بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفية أنا عارف يمكن أنك أنت بتتولى مسؤولية فنية أو مدرب في فريق بلد الوليد الفريق أو النادي اللي بيملكه طبعا أسطورة البرازيل رونالدو الكبير رونالدو نازاريو بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وفقراتنا متواصلة مع حضراتكم في السادسة نروح للفاصل السريع ونرجع لكم على طول